ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من أديسة بابا الكاتب الصحفي الإثيوبي عبدالشكور عبدالصمد أستاذ عبدالشكور مرحبا بك معنا على شاشة الحدث بداية نسأل ولكي نوضح للمشاهد ما الذي أفشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة أهلا وسهلا بك أخير الكريم وتحياتي لكم لمشاهديكم الكرام يعني هو حقيقة بيان أزارة الخارجية وأيضا حديث رئيس وفد التفاوض الأثيوبي أظهر حقيقة أتحدث عن الأمر بكل وضوح وذكر نقاطة الاتفاق والسبب الرئيسي في الخلاف وهو تمسك الأشقاء في مصر حول ما يسمى بالحقوق التاريخية أو الحقوق المكتسبة وأن هذه القضية بالذات كانت العقبة الرئيسية وأن هذا الموقف يتسبب في حيلولته دون استفادة أثيوبيا من مياه النيل كمورد طبيعي ومن حق الجميع أن يستفيد من هذا المورد وبما لا يضر بالآخرين وأعتقد الصورة باختصار هي هذه القضية بشكل أساسي يبقى هناك قضايا أخرى ربما ستكون هناك بالتأكيد هناك نقاط وخاصة فيما يتعلق بحصص المياه وهي حقيقة تكرار لنفس النقطة الرئيسية التي أشرت إلى أخي الكريم هناك مخاوف مصرية من ما يحدث دعنا نصفه تعنت أثيوبيا فيما يتعلق بهذه المفاوضات دعنا نشرك سيد الكريم من القاهرة في هذا الحوار مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ سامح محروس مرحبا بك سيد الكريم معنا على شاشة الحدث السؤال ذاته ما الذي أفشل المفاوضات حول سد النهضة تحيات الحضرات والدفك الكريم في الحياة طبعا أنا عايز بس أوضح قبل أن أجيب على هذا السؤال أن السياسة الخارجية المنصرية فيما تترك بسد النهضة تنترك من مجموعة من السؤال الرئاسية الحاكمة لسياسة مصر أولا أن مصر تؤمن بفكرة الإطار التفاوضي كوسيلة لإقرار التعاون بين دول حوض النيل الثلاثة بين دول الدول النيل أسيوبيا ومصر والسودان أن الكهورة تؤمن بأن الماء يجب أن تكون مجالة للتعاون وقامة الحضرات ليس مجالة للنزاع وأن في إطار هذه الرؤية أن مصر تؤمن بحق أسيبها في التنمية مصر لا تمنع في أن أسيبها تقيم هذا السد أو غيره من السدود للتنمية حق طبيعي لها لكن بما لا يخل بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل وبالتالي النهاردة دولية المصرية التي من أجلها مصر استمرت على مدار 12 عاما من مجاولات التفاوض لدي أربع مراحل من مراحل التفاوض مفاوضات مباشرة استمرت 18 من 2011 إلى 2019 ثم مفاوضات برعاية أمريكية سنة 19 إلى 20 ثم العودة للاتحاد الأفريقي من سنة 2020 إلى 22 ثم عودة أخرى لجولة ربعة من المفاوضات التي أعلن عنها في لقاء الرئيس السيسي ورئيس السيوبي أبي أحمد في شهر يوليو أثناء قمة دول جوار السودان في كاهرة يوليو 23 وستمرت 14 وهذه الجولات كلها في 47 جلس التفاوض لم تحقق شيئا في الحقيقة أنا أرى أن ما أفشل هذه الجولات المفاوضات هو أنه لم يكن هناك نية صادقة من الجانب الإسيوبي في التعامل مع هذه المفاوضات كواسية للتواصل الاتفاق الحقيقي ملزم لقواعد مالء وتشغيل السد يقضي على شواغل دول المصاب وبالتالي النهاردة كانت عملية التفاوض هي مجرد عملية تضيع وقت كانت مجرد استخدام لإطار تفاوضي بهدف تكريس سياسة أمر واقع والنهار فيه مخاوف واضحة جدا لدى مصر هناك دراسات فنية تحذر من الماسك الإسيوبي سواء فيما يتعلق بعملية بناء السد نفسه والمكان الذي يجب أن يكون فيه أو في عملية مالء الخزان السد وطبعا الجانب الإسيوبي يصير على المالء بأقصى سرعة خلال ثلاث سنوات وهناك دراسات فنية تحذر بأن هذا المالء بهذه السنوات أتمنى يعني تراتب علي مخاطر دعوه يكمل أسأفتح لك المجال طيب أعود إليك أستاذ عبد الشيطان وبالتالي النهاردة ليس هناك حديث عن ثلاث سنوات هناك توافق على سبع سنوات ليس هناك هذا الكلام موصحيح يعني في الحياة فإندي أنا بستند إلى تصرحات مولانا من جانب الإسيوبي تحذر من المسك الإسيوبي أولا فيما يتعلق بعملية بناء السد نفسه كان هناك حالة غموض من جانب الإسيوبي في عملية مواصفات السد وبناءه وهناك دراسة من إحدى الجامعات اليابنية تحذر بأن المنطقة التي توقين فيها السد هي منطقة ذات تشققات وذات فواصل وبالتالي هي تهدد وإن عدم أقامة فتحات في قاع السد لتسريب للتعاون مع الرواسب التي تتوقعها السد يمكن أن تؤدي إلى تشققات وبالتالي في حالة حدوث أنيار للسد سيغرق السودان بأكمله وقد تصل هذه المياه إلى الكهورة خلال ثلاثة أيام يدراسها في إحدى الجامعات اليابنية ما يتعلق بفكرة مالء بحيرة السد جانب الإسيوبي لماذا يصر على الأقل لا يوقع على التفقية المنزمة تتعامل بشكل واضح مع الشغل المصري دعه يجيب الآن دعنا نعطيه المجال وهناك بيان مشترك بين مصر والسدان والأولايات المتحدة والبنك الدولي صدر في 15 يناير سنة عشرين كان يحدد قواعد واضحة جدا للمال وفي النهاية حينما اقتربت مصر والسدان والإسوبيا من أقرار هذا القواعد ووقعت مصر على هذه التفقية بالأحرف الأولى فجأنا بين الجانب الإسوبيا ينسحف في اللحظات الأخيرة وضحت الفكرة والسد سامح سيد عبد الشكور كيف ترد على ما قاله ضيفنا من القاهرة لماذا هذا الرفض الأسيوبي أنا أولا أتحفظ أخي الكريم أنت كمحاورة أن تصف الموقف الأسيوبي لا لست أنا قلت بين قوسين وفقا لما تقوله بعض التقارير أنا بالعمدة حكيت هيك تفضل هذه النقطة النقطة الأخرى حقيقة مع احترامي لشخصه الكريم الأستاذ الفاضل حقيقة الحديث عن أشياء ليست صحيحة حقيقة على الأقل احتراما للمشاهدين نحن قد يكون بيننا خلاف لكن حقيقة تسمية الأشياء بمسمياتها مهم جدا أثيوبيا صحيح في مرحلة أولى قبل هذا الكلام قبل اتفاقية 2015 اتفاقية المبادئ كان هناك حديث عن ثلاثة أو أربعة سنوات بعد ذلك بعد اتفاقية المبادئ ليس هناك حديث إطلاقا عن ثلاثة سنوات حتى أربعة سنوات سبعة سنوات وأكثر هذه نقطة مهمة جدا الأمر الأخي الأخي الكريم يعني هو الشيء الأساسي الذي يجعل هذه المفاوضات تفشل هو ليست هناك ثقة ما بين بالذات ما بين السوداء ما بين أثيوبيا ومصر هذه هي النقطة الأساسية والسبب في هذا أن الشقاء في مصر والمشاهد الكريم يجب أن يدقق في الكلام أنا دائما أتحدث وكل المتحدث الأثيوبيا حقيقة بهذه الصفة هذا مصدر مورد مائي مشترك للجميع وهو عامل حقيقة لبناء جسور وعامل لعلاقات أزلية ما بين هذه الشعوب فلهذا أثيوبيا نازلت حتى اليوم متمسكة بهذا المبدأ وتسعى للحفاظ على هذه العلاقات الأزلية ومن هذا الباب حتى عرضت الشراكة على الأشقاء في مصر وفي السودان لكن تم رفض العرض الأثيوبي الآن عندما الأمور وصلت إلى نهايتها ووصل الأمر إلى السد إلى أمر واقع الاستعانة بالقوى سواء المجتمع البنك الدولي أو الولايات المتحدة نحن خبراءنا فيهم الخير والبركة بالإمكان التوصل إلى اتفاق النقطة الثالثة والمهمة جدا هو يعني لماذا لماذا الخوف من يكون هناك مشاريع تنموية يعني مهما كان بأي بأي إمكانات لا إثيوبيا ولا كل القارة الأفريقية بإمكانها أن تمنع مياه النيل عن الجريال وضحت 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 الفكرة أستاذ عبد الشاكور دعني أنت طرحت نقطة مهمة جدا وهي بناء الثقة ما بين الجانبين أستاذ سامح كيف يمكن بناء الثقة ما بين الجانبين هنا نتحدث القاهرة وأديس أبابا حول هذا الأمر وما هي الخطوات المقبلة للجانب المصري في الحقيقة يعني هو بناء الثقة يتحكم بكلمة واحدة هو أن يكون هناك توقيع اتفاق واضح وشفاف وملزم بشرح قواعد ملء وتشغيل السد دي مسألة واضحة جدا هي جملة واحدة مصفة على مدار أكثر من عشر سنين تردد أن يريد اتفاقية واضحة تحدد قواعد ملء وتشغيل السد هذه مسألة واضحة جدا حين تعلن أصيبها في شهر سبتمبر الماضي عن اجتمال المرحلة رابعة من بحيرة السد بجمال 41 مليار متر مكعب والإسعاد للمرحلة الخامسة وهناك درسات تحدد من أن هذا يهدد بإنقاص حصة مصر والسودان بحوال 24 مليار متر مكعب نحن نتحدث عن دولة تعتمد عايزون نهر النيل بيمثل أكثر من 97% من يوردها المائية يعتمد قطاع الزراعة فيها بشكل كبير جدا على المياه المتحصلة من نهر النيل وبالتالي النهاردة كل هذا يهدد بتفاكم أزمة غزية يهدد بتفاكمات بيئية يهدد حتى بزيادة الملحة في الأرض الزراعية يهدد بحوالي إفساد واحد ما يزيد عن 50% من الأراضي الزراعية المصرية أليست كل هذه الأمور تمثل مخاوف طبعية ومشروع لدى الجانب المصري لماذا يتنصر الجانب يصيب عن توقع هذه الاتفاقية وعيد حرارك إلى جولة السنية من المجموعة السنية نحن عندنا أربع مجموعة من المفاوضات مفاوضات مماشرة من 11 إلى 19 مفاوضات أخرى بالعاية أمريكية من 19 إلى 20 ويوم 15 نيار 22 عفوا سنة 20 صدر بيام مشترك من البنك الدولي ومصر وأسيوبيا والسودان والولايات المتحدة من أبرز ما جاء في هذا البن أنه ستتم تم الاتفاق على أن يتم عملية المال إخلال الموسم والأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة وسيتم تنفيذ مراحلة اللاحقة من المال وفقا لألية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق هذا كان ما تم اتفق عليه في واشنطن في شهر يناير عام 20 وفجئنا في اللحظات الأخيرة أن الجانب الإسيوبي يتنصل من هذا من هذا الاتفاق أو ما كان سيتم الاتفاق عليه برعاية أمريكية ومشركة البنك الدولي بالتالي النهاردة نحن نتكلم عن مخاوف جدية موجودة لدى مصر والنهاردة الآسف الشهيد الجانب الإسيوبي الإسيوبي لم يفعل ما يجب أو ما يصحق لمعالجة هذه المخاوف وبالتالي النهاردة بناء الثقة يتحدد وضحت الفكرة دعني معنا بس ثلاثين ثاني دعني أعطيهم ليالو ساذ عبد الشكور ساذ عبد الشكور برأيك ما السيناريوهات الممكنة بثلاثين ثاني سمحت لي لحل هذه الأزمة والتي تبدو معقدة والله هي لو كانت هناك رغبة لتسهيل الأمر بالإمكان حقيقة ليست معقدة وإنما الأمور سهلة أثيوبيا من باب حسن النية في تعبئة الرابعة كان بإمكانها حقيقة أن تحجز أكثر من ستة واربعين مليار ولكنها توقفت عند ستمائة وعشرين متر من ارتفاع من سطح البحر حتى تطمن الأشقاء في السودان وفي مصر ومن باب إبداء حسن النوايا لكن للأسف كل ما تفعل أثيوبيا والعروض الأثيوبيا حقيقة لا تجد القبول وفقط يعني يراد من أثيوبيا أن توقع على شيء على بياض بما يلزمها ويحرمها من الاستفادة من مياه النيل هذه هي النقطة الجوهرية للخلاف شكرا شكرا جزيلا لك كنت معنا من أديس أبابا الكاتب الصحفية الأثيوبية عبد الشكور عبد الصمد وأيضا من القاهرة مدير تحرير جريدة الجمهورية سامح محروس شكرا لكم ضيفي الكريمين